الغالبية الصحقة التي حصدها مشروع القرار الذي قدمته الجزائر لمجلس الأمن من أجل وقف إنساني لإطلاق النار في غزة أكدت عزلة الولايات المتحدة وشراكتها الوثيقة بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل 13 دولة أيدت مشروع القرار وامتنعت بريطانيا عن التصويت وبقيت الولايات المتحدة بمفردها لتسقطه بالفيتو السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفلد قالت إن مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد تمثل تهديدا بتقويض المفاوضات الجارية بين حركة حماس وإسرائيل واستدركت بالقول إن بلادها تريد أن تضمن أن يؤدي أي إجراء يتخذ في الأيام المقبلة إلى زيادة الضغط على حماس لكي تقبل الاقتراح المطروح على الطاولة عدا عن التنديد الفلسطيني واستهجاني ممثل الدول التي أيدت مشروع القرار فقد قال مندوب الصين الدائمة شانج جونج إن الاعتراض على وقف إطلاق النار في غزة لا يختلف عن إعطاء الدوء الأخضر لاستمرار المذبحة وهذا هو الواقع ليس بدلالة دعم المذبحة فحسب ولكن بدلالة الدعم العسكري المفتوح الذي قدمته واشنطن لاستمرارها أيضا جوهر الموقف الأمريكي هو أن واشنطن تتبنى المقاربة الإسرائيلية القائلة إن أي وقف لإطلاق النار قبل تحقيق الانتصار هو بمثابة قبول بهزيمة إسرائيل وأما الانتصار من وجهة نظر إسرائيل فإنه يعني القضاء على حركة حماس وتحرير المحتجزين الإسرائيليين بالقوة وإخضاع غزة لسلطة أمنية تابعة لإسرائيل لكي لا يعود القطاع يشكل تهديدا في المستقبل القناعات السائدة في مختلف أرجاء العالم تقول إن هذا النصر مستحيل وهو في واقعه غطاء فقط لاستمرار المذبحة البيت الأبيض يفترض أن قدرات واشنطن المالية يمكن أن تحفظ لها مكانتها في المنطقة برغم دعمها للمذبحة ولكن هذا لا يعد كونه وهما أمام حقيقتين الأولى هي أن الإدانة الشعبية لدور واشنطن ليست من دون تأثير على صانع القرار والثانية هي أن قوى دولية أخرى تحتل مكانة متزايدة يمكنها أن تعوض قدرات واشنطن المالية اشتركوا في القناة